نالكم والأهلي في المنديال والأهلي في المنديال الحقيقة بيعاني وكل يوم بيعاني أكتر وكل يوم بيعاني أكتر لدرجة احنا ما بقيناش فاهمينها النهاردة للأسف إصابة عمار حمدي بالرباط الصليبي وخبر زعلنا كلنا بشكل لا يمكن حدد الفيديو يا فارس نفسه مؤلم جدا مؤلم نفسيا وغريب جدا يعني سبحان الله يعني لا حاول ولا قوة إلا بالله ما نقدرش نقول أكتر من كده أكرم توفيق السامي بتاعه بيعلى بيتقلق بيحجز مكان وفوارئ كبيرة جدا طبعا كل التوفيق لعمر كمال وكل التوفيق ليمام عشور مع منتخب مصر إذا كان هيلعب هو الباك راية الماتش الجاي ولكن في ظل تقلق أكرم توفيق يجيله رباط صليبي عمار حمدي بيلعب البطولة وكأس الربطة وتحس إنه هو بيشاع الروح كده لكل اللاعبين اللي حوالين منه ومعتمدين على الله ثم عليه في إنه يعود غياب الصلاية على الأل مع أليو ديانج في وسط الملعب النهاردة فيديو صادم جدا كان لمسة الحزن فيه اليوم اللي فيه انتصار كبير لمصر ربنا يشفيك يا عمار وربنا يشفيك يا أكرم وربنا يعني يعافي النادي الأهلي من المشاكل والإصابات الكتير اللي بقت غير مفهومة وبتخلي جمهيري النادي الأهلي تسأل ولكنها قضى وقدر يعني نتمنى لعمار السلامة وزي ما قلت بنزعل عشان أكرم وبنزعل عشان عمار وظروفنا في إصابة بيرسيتاو البطولة دي يا جماعة عشان كده قلت لازم نتعقل ونخدها بفكرة إنه إحنا رايحين بنحاول إنما لازم والله نحرر نفسنا من الضغوط اللي بيحصل مع الأهلي أنا يمكن ما افتكرتوش مرة علينا في أي بطولة إن كل الظروف دي تتجمع مرة واحدة شيء صعب جدا ولكن بمناسبة التحكيم في البطولة آه دي لقطة طبعا جدا الإصابة طبعا هتشوفوها على قناة النادي الأهلي ويمكن هي لقطة عمار حمدي فيها مش عادرة تحمل أنا مش متخال الأفكار اللي في دماغه ساعتها بتبقى لحظة صعبة جدا صعبة الحمد لله ولكن هو مش عادرة هو حاسس بيها وهو عارف هي مش عادرة بيقوله مش عادرة يعني نتمنى لعمار إنه هو يرجع وهو أدها زي ما قلنا أكرم راجل وعمار راجل ولعبتنا كلهم رجالة نتمنى إن شاء الله عمار نشوفك قريب أنت أبني دخلت قلوب الأهلوية قبل ما تعمل حاجة وصدقني أصلا باللقطة دي أنت دخلت قلوبنا أكتر فإن شاء الله نتمنى أن أنت تكون موفق قولا أكتر